اشتركوا في القناة فرص المجوس ليتاجروا بدم الحسين لتحقيق اهداف سياسية لا على قتلها بالدين باي صلة مستغلين استشهاده رضي الله عنه لتأجيج العواطف وشحنها ضد اهل السنة ما ان الشيعة هم من قتلوا الحسين كتبوا اليه بالقدوم فلما جاءهم غدروه وخانوه واجتمعوا عليه وقتلوه ليحدث الفتنة التي اطفأها اخاه الحسن بتسليمه الخلافة لمعاوية وبايعه واصبح من رعاياه وعاش المسلمين عشرين سنة في امن وامان وازدهار وتقدم في شتس المجالات ووصل الاسلام خلال هذه العشرين سنة الى ارجاء الدنيا وهذا بطبيعة الحال لا يرضي اعداء الاسلام المتربسين بالاسلام لهدمه من الداخل على كل هذا ليس موضوعنا في هذه الحلقة قلت انطلق كرنفال كربلاء للمتاجرة السياسية بدم الحسين الشهيد لنستمع للخميني وهو يقول ان دم الحسين للمتاجرة السياسية ولا علاقة بالدين وشعائر الله وبعدها ندخل في موضوع الحلقة هذا كتاب صحيفة الامام ترات الامام الخميني الجزء السادس عشر في صفحة مئتان وثلاثة وستين يقول لعل المتأثرين بالغرب يقولون لنا اننا شعب البكاء ولعل اصحابنا لا يستطيعون ان يتحملوا التواب العظيم الذي تحمله قطر واحد من الدم والثواب الكبير الذي يتمخض عنه مجلس عزاء واحد لعلهم لا يستطيعون هدم تلك الامور التي ذكرت للأدعية والثواب الذي ذكر لسطرين من الدعاء انهم لا يستطيعون ادراك ذلك وهدمه نأتي الى محل الشاهد او موضع الشاهد يقول ان الجانب السياسي من هذه الادعية وهذا التوجه الى الله وتوجه جميع الناس الى نقطة واحدة كل ذلك هو ما يعبئ الشعب للهدف الاسلامي ان مجلس العزاء ليس هدفه البكاء لسيد الشهداء والحصول على السواب علما ان هذا الهدف مقصود ايضا ويستتبع الاجر الاخروي للاخرين بل ان المهم هو الجانب السياسي الذي خطط به ائمتنا في صدر الاسلام كي يبقى حتى النهاية وهو ان الاجتماع تحت لواء واحد وتحت فكرة واحدة وليس بامكان اي شيء ان يترك التأثير بمقدار ما يتركه العزاء لسيد الشهداء فيه اذا دم الحسين للمتاجرة السياسية ونفاق السياسي باستعمال محبة اهل البيت للمتاجرة بدمهم وتأجيج العواطف لشق صف المسلمين هكذا نرى ان الشيعة قتلوا الحسين وبكوا عليه ومشوا في جنازته ويطالبون بدمه هل هناك نفاق اكبر من هذا وما دمنا في هذا الموضوع هل تعلمون يا احبة ماذا حصل في عام الفين واثنين للميلاد من المصادفات العجيبة التي حصلت للشيعة في ايران ان صادف عيد النوروز او عيد النيروز اربعينية الحسين فكانوا امام خيار صعب هل سيحتفلون بعيد النيروز ويفرحون ام يحيون اربعينية الحسين بالحزن والبكاء فرغم دعوة بعض المعممين وعلى رأسهم الخامنائي بابداء بعض الحزن في هذا اليوم رأينا الايرانيين يقيمون الاحتفالات الصاخبة بمناسبة بداية العام الفارسي الجديد باشعال النيران والقفز فوقها واطلاق الالعاب النارية في طقوس احتفالية يتوارثها الايرانيون منذ عهد ما قبل الاسلام وتعقب تلك الاحتفالات مآدب اكل وزيارة الاقارب وتبادل الهدايا ونسوا الحسين ونسوا الحسين ونسوا زيارة الاربعين فقدموا عيدهم المجوسي فضلوا الرقص والتطبيل لتعلموا يا احبة ان دم الحسين للمتاجر السياسية ولا علاقة بالدين ففورا وضعتهم الصدفة امام اهل البيت او اعيادهم المجوسية فضلوا اعيادهم الوتنية بل يا احبة ربما لاحظتم في السنين الاخيرة في ذكرى استشهاد الحسين بدأت تقوصهم في الحزن والبكاء تجنح الى مآدب اكل ورقص ولعب وترفيه وضعارة هكذا حتى اذا صدفت يوما ما هذه الذكرى مع ذكرى مجوسية او عيد مجوسي تمر مرور الكرام دون اطارة انتباه وليس كما حصل لهم عام الفين واثنين وكانت فاضحا للشيعة لشيعة البيت كسرى البيت سانان اي البيت ساسان ونعود الان لموضوعنا كرنفال كربلاء وما اختلقوه من اساطير حول مقتل الحسين مزيدا في المظلومية مثلا يقولون ان الحسين مات عطشانا وباذن الله سنبين من كتبهم ان الحسين لم يمت عطشانا وحتى لو سلمنا جدلا انه مات عطشانا فالشيعة الذين قتلوه هم من منعوا عنه الماء وهذا سيتبين من خلال ما سنعرضه في هذه الحلقة وارجو منكم متابعتها الى النهاية مات عطشانا 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 هذا ما يردده كل الشياء أن الحسين مات عطشانا مع العلم أن عثمان بن عفان هو الذي مات عطشانا لأن القتل حاصره أربعون يوما أربعين يوما من الحصار بينما الحسين حصر يومين أو ثلاثة وكان معه ماء وهذا ما سنتبته لكن لنستمع لهذا المعمم وهو يتكلم عن عثمان الذي منعوه من الماء والغداء أمير المميق قالهم ولكم القياصر من يلزمون أسير والفرس من يلزمون أسير يبطون مية أو أكل هذا خلاطي ماء جاي بالقربة بيده قاله ولا ماط رمى بعمامتي إلى الأرض قاله ولا لوت قطع روحك عثمان ما يشرب ماء أربعين يوم شنو؟ منو ذولة؟ ذولة منو؟ إذن الشيعة سرقوا سيناريو مقتل عثمان عطشانا وأطفوه على مقتل الحسين وكأن الحسين لم يأخذ بالأسباب ولم يتجهز للخروج بما يكفي من الماء مع أنه مر بعشرات القبائل وموارد المياه في طريقه لكرب وبلاء حسين عطشانا وهو يعلم الغيب طالما رددت الشيعة في كتبهم عن مقتل الحسين عليه السلام أنه مات عطشانا في المعركة ولذلك تراهم يكتبون على مخازن المياه العبارات التالية اشرب وتذكر عطش الحسين والسؤال ما دام الأئمة حسب مفهوم الشيعة يعلمون الغيب ألم يكن باستطاعة الحسين أن يعلم حاجته إلى الماء أثناء القتال وأنه سوف يموت عطشانا وبهذا يستطيع أن يجمع كمية من الماء كافية للمعركة ثم أليس توفير المياه أثناء القتال يدخل في باب الأخذ بالأسباب والله يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم جملة من الأكاذيب والأباطيل قام الشيعة بتأليفها وترديدها حتى سارت أقرب إلى حقيقة وواقع يؤمنوا به ويقدسوه بل وأصبح البنيان الذي بني عليه دين الشيعة من مظلومية ومآتم تعينهم على استقطاب ضعاف الأنفس من المسلمين باسم مظلومية الحسين ونعود إلى موت الإمام الحسين عطشانا هل هو فعلا مات كذلك؟ وما حقيقة أنه يعلم الغيب وكيف يعلم الغيب وترك من معه يهلكون عطشا وما الفائدة التي تعود على الشيعة بترديدهم هذه الأكاذيب؟ بالفعل هذا ما يريد أن يقوله السبائية عن الحسين رضي الله عنه يقولون أنه خارج للثورة على يزيد ونسي الماء دون أن نتكلم على السلاح والجنود والعدة والعدد لكن نبقى في موضوع الماء وأن الحسين أخذ كل احتياطاته فيما يخص هذا الجانب نبدأ بما ورد في هذا الكتاب هذا كتاب الفوائد الرجالية لبحر العلوم الجزء الرابع صفحة 31 يقول لا خير في العيش بعد هؤلاء فعلمنا أنه قد عزم رأيه على المسير فقلنا له خار الله لك فقال رحمكم الله فقال له أصحابه إنك والله ما أنت مثل مسلم بن عقيل لو قدمت الكوفة لكان الناس إليك أسرع فسكت ثم انتظر حتى إذا كان الصحر قال لفتيانه وغلمانه هنا موضع الشاهد قال لفتيانه وغلمانه أكتروا الماء فاستقوا وأكتروا وارتحلوا فسار حتى انتهى إلى زبالة موضع يسمى زبالة فأتاه خبر عبد الله بن يقتر فأخرج إلى الناس كتابا فقرأه عليهم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد أتانا خبر فضيع قتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة وعبد الله بن يقتر وقد خدلنا شيعتنا وهذا كتاب الحسين في طريقه إلى الشهادة لعلي بن الحسين الهاشم الخطيب الجزء الأول صفحة 72 يقول فقلنا ننشدك الله في نفسك وأهل بيتك إن لنصرفت من مكانك هذا من حيث أتيت فإنه ليس لك بالكوف ناصر ولا معين ولا شيعة بل نتخوف عليك فنظر إلى بني عقيل فقال ما ترون وقد قتل مسلم بن عقيل فقالوا والله لا نرجع حتى نصيب تأرنا أو ندوق ما داق مسلم أن يريدون الانتقام لمسلم بن عقيل فأقبل علينا الحسين عليه السلام وقال لا خير في العيش بعد هؤلاء فعلمنا أنه قد عزم رأيه على المسير فقلنا خار الله لك قال رحمكم الله ثم قال له أصحابه إنك والله ما أنت مثل مسلم بن عقيل ولو قدمت الكوفة لكان الناس إليك أسرع فسكت ثم انتظر حتى إذا كان الصحر قال لفتيانه وغلمانه أكتروا من الماء فاستقوا وأكتروا ثم ارتحل إلى آخره إذن الحسين كان يسير حيث موارد المياه فلم يعوزه الماء وهو في طريقه لكربلاء وحتى بعد أن جاءه خبر مقتل مسلم بن عقيل أمر فتيانه وغلمانه أن يكتروا من الماء فأخذ كل احتياطاته من هذا الجانب نذهب الآن للحسين وهو في كربلاء وهو يرسل من يأتيه بالماء حيث أمر أخاه العباس فسار في عشرين راجلا يحملون القرب وتلاتين فارسا يكون المجموع خمسين مقاتلا دهبوا وأتوه بالماء رغم الحصار هذا كتاب أعيان الشيعة محسن الأمين الجزء السابع صفحة 430 يقول نقرأ النص من البداية لما اشتد العطش بالحسين عليه السلام وأصحابه أمر أخاه العباس أمر أخاه العباس هنا يرسل أخاه العباس وسنرى رواية أخرى يرسل ابنه علي لأن الحسين كان عنده علي الأكبر وعلي الأصغر علي الأصغر هو زين العابدين على كلين لما اشتد العطش بالحسين عليه السلام وأصحابه أمر أخاه العباس فسار في عشرين راجلا يحملون القرب وتلاتين فارسا فجاءوا ليلا حتى دنوا من الماء وأمامهم نافع ابن هلال الجملي يحمل اللواء فقال عمر بن الحجاج من الرجل قال نافع قال ما جاء بك قال جئنا نشرب من هذا الماء الذي حلقتمون عنه أي حلتم بيننا وبينه أي منعتمون عنه قال فاشرب فاشرب هنيئا لك فاشرب هنيئا قال لا والله لا أشرب منه قطرة والحسين عطشان هو وأصحابه فقالوا لا سبيل إلى سقي هؤلاء إنما وضعنا في هذا المكان لمنعهم الماء فقال نافع لرجاله املأوا قربكم فملأوها وثار إليهم عمر بن الحجاج وأصحابه وثار إليهم وثار إليهم عمر بن الحجاج وأصحابه تذكروا معي يا أحباء هذا الإسم عمر بن الحجاج فحمل عليهم العباس ونافع بن هلال فكشفوهم وأقبلوا بالماء ثم عاد عمر بن الحجاج وأصحابه وأرادوا أن يقطعوا عليهم الطريق فقاتلهم العباس وأصحابه حتى ردوهم وجاءوا بالماء إلى الحسين عليه السلام إذن الحسين في كربلا أرسل أخاه العباس في خمسين رجلا معهم القراب ذهبوا إلى مورد الماء وأملأوا القراب وعادوا إلى معسكر الحسين بالماء نعود الآن للإسم الذي ورد في الرواية وهو عمر بن الحجاج ومن يكون يا ترى هذا الرجل هذا الشخص عمر بن الحجاج الزبيدي هو من الشيعة السبائية الذين كتبوا للحسين بالقدوم إلى الكوفة ثم غضروه وخانوه وقتلوه نذهب لكتاب الإرشاد للمفيد هذا كتاب الإرشاد لشيخهم المفيد الجزء الثاني صبح ثمانية وتلاتين يقول وكتب شبت بن ربعي وحجار بن أبشر ويزيد بن الحارت بن رويم وعروة بن قيس وعمر بن الحجاج الزبيدي وعمر بن الحجاج الزبيدي إذن عمر بن الحجاج الزبيدي كان من جملة الذين كتبوا للحسين ومحمد بن عمر التيمي أما بعد ماذا قالوا له حينما كتبوا له قالوا له فقد اخضر الجناب وأين أتي الثمار فإن شئت على جند لك مجند والسلام إذن عمر بن الحجاج الزبيدي الشيعي وكان من الذين كتبوا للحسين وأغروه بالخروج ثم نراه في كربلاء يحاصر الحسين كما مر معنا يحاصر الحسين ويمنعه من الماء وهو الذي كتب للحسين يقول له فقد اخضر الجناب وأين أتي الثمار فإن شئت على جند لك مجند ما شاء الله على هؤلاء الجنود يقولون للحسين نحن معك جند لك وفي كربلاء كانوا ضده هكذا هم الشيعة سيوف خشبية لم يعرف علي رضي الله عنه والحسن رضي الله عنه والحسين رضي الله عنه أجبا منهم ونحن نعلم ماذا قال علي فيهم وماذا قال الحسن فيهم حتى سلم الخلافة لمعاوية وماذا قال الحسين لهم أيضا في كربلاء أثناء المعركة شيعة جبناء ثم نراهم اليوم يجرحون رؤوسهم وصيارة الإسعاف وراءهم منافقين إذن عمرو بن الحجاج كما سبق كان على رأس خمسمائة من أصحابه في كربلاء ضد الحسين في نفس الكتاب الإرشاد لمفيد الجزء الثاني صفحة 86 يقول وورد كتاب ابن زياد في الأطر إلى عمرو بن سعد أن حل أو حل بين الحسين وأصحابه وبين الماء فلا يضوق منه قطرة كما صنع بالثقي الزكي عثمان بن عفان فبعت عمرو بن سعد في الوقت عمرو بن الحجاج إذن عمر بن سعد أرسل عمر بن الحجاج ليمنع الحسين من الماء فبعت عمر بن سعد في الوقت عمر بن الحجاج في خمسمائة فارس فنزلوا على الشريعة وحالوا بين الحسين وأصحابه وبين الماء أن يسقوا منه قطره فهذا دليل من عشرات الأدلة على أن الشيعة كتبوا للحسين وجاءوا به لكربلاء وحاصروه ومنعوه من الماء وبعدها قتلوه ثم يدندنون حول الحسين وعطش الحسين منافقين ونستمر في أدلتنا على القوم أن الحسين لم يموت عطشانا رغم أن شيعته أرادوه أن يموت عطشانا رأينا أن الحسين كان يأخذ احتياطاته ويوفر لنفسه ولمن معه ما يكفي من الماء منذ أن كان في الطريق إلى كربلاء ورأينا أنه في كربلاء أرسل أخاه العباس في خمسين رجلا ملأوا القراب وأتوه بالماء الآن نذهب للليلة الأخيرة للحسين ومن معه في كربلاء لنرى كذب تجار دم الحسين وسنعرض دليل يبين كذب السبائية أن الحسين مات عطشانا هذا كتاب الأمال للشيخ الصدوق صفحة مائتين وواحد وعشرين يقول وأرسل علي ابنه عليه السلام أي الحسين أرسل ابنه علي الأكبر لأن كانوا له ولدين يسميان باسم علي علي الأكبر وعلي الأصغر الذي هو زين بن العابدين الذي يقولون أن أمه هي شهربان الفارسية على كلين وأرسل علي ابنه عليه السلام في ثلاثين فارسا وعشرين راجلا ليستقوا الماء إذن سبق معنا أن الحسين أرسل أخو العباس وهنا يرسل ابنه علي ليأتيه بالماء إلى أن يقول ثم قال لأصحابه هنا موضع الشاهد قوموا فاشربوا من الماء يكون آخر زادكم قوموا فاشربوا من الماء يكون آخر زادكم وتودأوا لم يقل لهم وتيمموا لندرة المياه لا قال لهم وتودأوا هل هذا فقط لا واغتسلوا هل هذا فقط لا واغسلوا تيابكم لتكون أكفانكم ثم صلى بهم الفجرة وعبأهم تعبئة الحرب ما شاء الله إذن الحسين أمر أصحابه أن يشربوا الماء ليكون آخر زادهم لأنهم سيصومون العاشر من محرام ولم يشربوا الماء فقط بل قال لهم توضأوا ولم يقل لهم تيمموا لانعدام الماء بل شربوا وتودأوا وهل توضأوا فقط لا بل اغتسلوا وهل اغتسلوا فقط لا بل غسلوا تيابهم لتكون أكفانهم بالله عليكم كم يلزم من الماء لكل هذا هل هذا دليل أن الحسين مات عطشانا ونحن نراهم يشربون ويتودأون ويغتسلون ويغسلون تيابهم إذن الماء كان عندهم بوفرة كبيرة والدعاء العطش كذب صلعاء كذب مفضوحة فكيف يعقل من عنده هذه الكمية الوفيرة من الماء يموت عطشا كيف ونذهب إلى آخر دليل لأننا أطلنا الآن الحسين خلال المعركة وقد بدأت الحار هل عطشا ولم يجد ماء أولا هو كان صائما هو وأصحابه رأيناهم يشربون الماء قبل الفجر ليكون آخر زادهم ولكن فقط لنتبت أنه خلال المعركة كان معه ماء في آخر لحظاته كان عنده ماء وصبه على وجه أخته زينب هذا كتاب العوالم الإمام الحسين عليه السلام للشيخ عبد الله البحراني صبح 246 وهذه الرواية التي سنقرأها توجد أيضا في كتاب الإرشاد للمفيد يقول ثم لطمت وجهها أي تكلم عن زينب زينب لطمت وجهها ثم لطمت وجهها وهوت إلى جيبها وشقته وخرت مغشيا عليها وهذا في المعركة فقام إليها الحسين عليه السلام فصب على وجهها الماء فصب على وجهها الماء سبحان الله الحسين يجد ماء يصبه على وجه أخته ولا يجد ماء يشربه على كل وقال لها يا أخته اتق الله وتعزي بعزاء الله واعلمي أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون وإن كل شيء هالك إلا وجه الله تعالى الذي خلق الخلق بقدرته ويبعث الخلق ويعودون إليه وهو فرد وحده جدي خير مني جدي خير مني أي رسول الله خير مني والشيعة يقولون أن رسول الله مات مقتونا سمموه فلماذا لا يفعلون معه مثل ما يفعلون مع الحسين في كربلاء ثم يقول وأبي خير مني أي علي خير مني وعلي مات مقتولا قتلوا عبد الرحمن بن ملزم فلماذا لا يفعلون معه مثل ما يفعلون في كربلاء وأمي خير مني فاطمة قالوا أنها ماتت مقتولا قتل عمر الخطاف فلماذا لا يفعلون معها مثل ما يفعلون مع الحسين في كربلاء وأخي خير مني وأخوه ضربوه وطعنوه في فخده حتى وصل إلى العظم وشقوه فخده ولي ولكل مسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوى فعزها بهذا ونحوه وقال لها يا أختاه إني أقسمت عليك فأبري بقصمي لا تشقي علي يا جيبا والشيعة يشقون جيوبهم ولا تخمش علي وجها والشيعة يخمشون وجوههم ولا تدعي علي بالويل والطبور والشيعة يدعون بالويل والطبور إذا أنا هلكت ثم جاء بها حتى أجلسها عندي إذن عند انطلاق المعركة زينب لطمت وجهها وهوت إلى جيبها وشقته وخرت مغشيا عليها والحسين جاءها بالماء وصبه على وجهها إذن الماء كان متوفرا على كل أثبتنا بأكثر من دليل أن الحسين لم يمتعط شانا وهنا أقول للسبائية ما قاله ناصر الدين الأرباني رحمه الله طالب الحق يكفيه دليل وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل الجاهل يعلم وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة